وبالشكل ده انتهت سيطرة اي جهة اجنبية على كرة القدم المصرية واصبحت كرة القدم المصرية تحت السيطرة الكاملة لاتحاد الكرة المصري برئاسة جعفر ولي باشا وكيل النادي الاهلي وده كان اول اتحاد يتم تمصيره وتمصير اللعبة بالكامل تمصير اتحاد كرة القدم كان الخطوة الاهم في طريق تمصير الرياضة لانه كرة القدم هي اللعبة الاولى والاكثر انتشار وبعدها صار قطار التمصير بقوة زي ما حنعرف في حلقات جاية لكن سنة 1922 واسناء مباراة ودية بين الاهلي والمختلط وفي لعبة مشتركة تدخل محمد جبر لعب المختلط بعنف على لعب الاهلي محمود مختار سقر وده غير محمود مختار التتش محمود مختار سقر فقد اعصابه وضرب برجليه وبقوة لعب المختلط محمد جبر الوقع دي بتحصل في ملاعب كتير وبتعدي لكن في الاهلي ما بتعديش فبرغم ان لعب المختلط هو البادئ بالعنف لكن الرياضة ما بتسمحش ابدا بالرد بدون كرة وفي حاكم للمباراة لو لك حق تاخده الوقع دي ازعجت مسؤول الاهلي واجتمعت اللجنة التنفيذية للنادي يوم 30 يناير 1922 وقررت توجيه لفت نظر لمحمود مختار سقر واكدت عليه عدم تكرار ما حدث حتى لو كان هو المعتد عليه وكان رد فعل الصحافة في الوقت ده على مستوى الحدث فكتبت مجلة المدمار تحت عنوان قرار شريف ليس ادل على همة القائمين بامر الكرة بالنادي الاهلي بالجزيرة وعلى شمامهم الذي يأبى عليهم ان تمس سمعتهم بسوء من قرار اللجنة التنفيذية لهذا النادي في جلساتها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30 يناير 1922 على توجيه التفات حضرة محمود فاند مختار الى الخطأ الذي ارتكبه في اثناء لعب النادي المختلط وذلك بضربه حضرة محمد فاند جبر برجليه مخالفا بذلك قوانين اللعب حتى وان كان معتد عليه واملت ان حضرته لا يعود الى ذلك في المستقبل ظالما او مظلوما وانا لنفخر بناد هذه لجنة ادارته ولا نحسب محمود فاند مختار الا مباهيا كذلك بانتسابه الى مثل هذا النادي ونرجو ان تحذو الاندية حذوة فيصلح شأننا ويستقيم امرنا ده النادي الاهلي ودي قراراته من يوم تأسيسه متهال الواقع دي اتكررت من سنوات قريبة والنادي خد قرارات اكثر قسوة وحزم مصطرة واحدة ماشي عليها النادي في قراراته التربوية من يوم التأسيس والحد النهار وما لناش دعوة بجرنها يعني لو نفس الواقع عكسية واللعب المعتادي بدون كرة من الفريق المنافس وناديه ما خدش قرار المسئولين في الاهلي ما يقولوش خلاص لعبتنا تاخد حقها بأيديها لا مفيش كده احنا بنعمل الصح وما لناش دعوة بجرنها وعشان كده اطلق الجميع على الاهلي نادي المبادئ ترجمة نانسي قنقر